اشتركوا في القناة قبائل معروفين ولدينا جماهيريتنا بكل المناطق في الدائرة الثامنة نصطدم بظهور نتائج الانتخابات وعندما رأينا نتائج الانتخابات لم نصدق ما ظهر فيها من نتائج لأن هذه النتائج غير حقيقية ولا يصدق بيها أي مواطن في محافظة نينو ولدينا العديد من الأدلة على أخفاء أصواتي خصوصا أنا المرشح سيف غانم غدير تسلسل 82 وخصوصا من أغلب المحطات في الدائرة الثامنة نحن نطالب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتدقيق بالأوراق الباطلة الأوراق الباطلة التي تم إبطالها في يوم الانتخابات تقدر بعدد أكثر من 16 ألف ورقة يعني 16 ألف ناخب يعني المدرسة من يكون بيها 72 ورقة باطلة 72 صوت مواطن يعني هل من المعقول هذا يعني هل سعيني له صوت صوتين ثلاثة ونقولي جوز بيها خطأ أما ما لـ 72 هذا إجراء متعمد نحن نناشد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ونناشد رئيس مجلس المفوضين بالتدخل المباشر من أجل معرفة مصير أصوات المرشحين في محافظة نينوة النتيجة التي ظهرت عندما يسمعون بأن سيف الشيخ غانم خرجت له هذه الأصوات لم يصدقها أي أحد أنا مستعد أن أخرج بكل جماهيري في محافظة نينوة وأيضا كل من أدل لي بصوته وبطاقته الانتخابية ومستعد أن يظهرون أمام كل الفضائيات أو أمام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إذا تطلب الأمر لأننا واثقون من جمهورنا وكان نسبة التصويت التي صوتت لسيف الشيخ غانم تسلسل 82 في الدائرة الثامنة أكثر من عشرة آلاف مصوت هذا حسب استقراء منذ بداية الساعة السابعة وإلى نهاية الساعة السادسة قدم الطعون أولا بإعادة الفرز والعدة اليدوي لأننا لم نعدنا ثقة بهذا الجهاز يعني نسمع أن الأجهزة الإلكترونية مثل ما سواها هذا الهاكر الصيني أن بها هكر هذا الهاكر يعني مثل ما نقول إذا استهدف مثلا رقم معين أو مرشح معين أيضا نطالب المفوضية العليا للمستقلة للانتخابات لكي يطمئن قلوب المرشحين ولكي تكون هناك ثقة عالية بالعدوى الفرز اليدوي لجميع المحطات في العراق بالإضافة إلى معرفة مصير الأوراق الباطلة التي هي تعتبر أوراقنا الانتخابية وأصوات مواطنيننا ونحن نعرف مدرسة الفراتين التي أنا ساكن في حي فلسطين مدرسة الفراتين تبعد عني مسافة قليلة المنطقة صوتت أغلبيتها لسيف الشيغانم لم نجد أصوات في مدرسة الفراتين أين أصوات ناخبينه؟ كنا نأمل بأن نغير كنا نأمل بأن نكون صوت المواطن كنا نأمل أن نكون نواب شجعان ولكن في العراق العظيم المرشح الذي يمتلك إرادة ويمتلك شجاعة وجاء من أجل أن يخدم بلده ويقف مع المواطن فليس مكان له لأنهم يريدون نائب متجرداً عن كل القرارات ويكون مجرد نائب تابع في مجلس النواب لا صوت له ولهذا السبب أبعدوا الناس الذين لهم الباع الطويل في الكلام وفي العمل من أجل المواطن وأستحصال حقوقه ترجمة نانسي قنقر